السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دو صمي دي هذا النهار ان شاء الله حاولت انني مبدل من الارانيب ولكن هذا الموضوع الحقيقة انا جربته في نفسي يعني في الداة ديالي و لقيت واحد نتيجة مرضية وبعدت نشارككم إياه على هو التقروحات اللي كتكون في داخل الفم اللي كاسميوها ليزارت ان شاء الموضوع يمشي كيشير هاد دواء كان ليزوسيس يعني واحد الكينة كتمس وخشوية الخيصة ولكن كتطول شي شوية في العلاج ديالها علاج ديال التقروحات وما غالبا ديال التقروحات كيبقى نقولوا واحد سيمانة فما فوق ولكن فيما كيتحدث الواحد يعني الحاديث ديال السنان كيبقوا يجرحوا وكيبقوا يتوشيوا في هذك الجرحة وكتتحس بواحد الآلام فاضيع يعني ما كانت تكونش مرتاح زيادة كتكون في واحد النوع ديال السخانة وتل ما كليلا بغيتي تتاكل مع الجيهة الأخرى يعني كتكون مضايق هاد الهد وكي نعاوث اني كيشير الدواء وحد البوماد كتنين خمسة وخمسين درهم مهم هذي كلها مصاريف علاش يمكننا نقدروا نديروا واحد العلاج بسيط وهو منزيلي وفعال يعني أنا من جردته على نفسي قلت لابد من نورديه نورديه المشاهدين الكرام اللي تتابعيني طريقة بسيطة وجد بسيطة بزاف اللي عنده تقرر واحد في فم يعني كتكون واحد كي يقولها الليزافت كتكون داخل الفم يعني إما في الحنك اما في شفال العليا على داخل اما في شفال السفلة يعني لداخل كتتدير لها واحد وهذيك التقرر واحد كتكون فيをغيث صغيرة ومن بعد كتقدر وكتقدير وحد بحل واحد الهالة بيضة وكتقدر تأتيك واحد الآلام كيف يجرب جميع الأخير؟ في الأخير يتجهل الدواء الدواء يكون غالية قليلاً وهي طريقة بسيطة بش تقدروا تقوم بها وهي بصلة عالية بصلة أصلاً معروفة أنتي بيوتي سوف تعمل منها بزاف تجارب الألانيب ولكن هاد البصلة جد فعالة نبرة له واحد صيدة كبيرة في السن ولكن رأيها جد فعالة يعني كتقطعها بهذه الطريقة أحب المرسو قد هكا كما أبغى يكون يعني كتشدوا الموس هكا قد قطعوه مثلاً هكا كما أبغى تكون تقطيعا هكا مثلاً قد المرسو قد هذك الجرحة اللي عندكم في الفم دياركم من الداخل يعني قد هاد المرسو ري صغير ورق كما أبغى يكون هكا نقولوا مثلاً هالطرف هذا يكون جرحة نقولوا هاد هي الشافة بحالكا كتكون هي هنا هكا وكتكون السنان كيكون السنان هنا وكتكون هي هاد طريقة يعني الداخل يعني تكتهزو الشافة هباش كتقل تبالكم واحد الجرحة كتكون بيضة وكتتعطي واحد الآلام يعني بواحد ما كيستحملوش طريقة هي كالتالي تخشيو طرف دير البصلة بحال هكا في الفم دياركم تنضغوه واحد شوية غي واحد اللي نضغها بش يسيل ما دياره وتحطوها على على الجرح اللي كاين عندكم الداخل ومن تحطوها على الجرح ديار اللي كاين الداخل هكا اما نعسو اما هدرو عادي نورمال مهم بخصصة تبقى هكا على الجرح واحد واحد كاسوة دقائق ربعات دقائق ومنين قد يتشوفو هاد البصلة غتلقوها هاد المادية لها كله كيتعصر ما كيبقاش كتبالي غي قشرة كتبالي تقريب انه بحال هاد الشكل هان كتبالي غي هكا كتبالي غي هاد القشرة الفوغانية ومنز بغو تحطوها ما تحطوش على هاد جيهة الملسة ان البصلة تكون ملسة ومن الجيهة الخرى تكون حلمة هادك الجيهة الميهة هي اللي تحطوها على الجرح هكا تحطوها على الجرح هكا وخليوها هي غالبا تكون في الشفة العليا او السفلة وكتكون درقة يعني انتم ممنين تحطو البصلة تحطوها بحالة الطريقة هكا وكتخليوها فكسي هاني كدين هكا وكتخليها هكا وانا يام تأكد يعني هادي راني جغلت هاد شي غير بارح كانت عندي واحد الآلام فضيع بزاف قاعتها لحد وهاد السيدة هادي نقاتلي بالليان ما غادقاش يجيوك هاد تقروحات هاني عندي من الصور ديالي يجيوني من نقوله تلت شهور ولكن لا بد ما يجيوني هاد تقروحات اما اختراء ايما جوج ايما ثلاثة واحد النهار قاع غالبا تكون قضيتي لحمد الفم من الداخل ولكن هاد هاد الاختراء هادي واحد النهار عفوا كان جاتني الداخلي يعني الادات هالي كتصيفت هاد شي كان جاتني في الحلقة ونشيت عليها تلط طبيب وقال الاسحاء اللي بيه خاطك يجري لك بومادا ذلك البومادة ولكن هذا الريق ديالها يعني الماء انه كي تصرط مع الريق في هادك اصلا هادواء دوا هاد البصلار هاشي حاجه يعني الله عاطينا هاد البصلاره يجبنا نستنفعه منه ومن درت هاد البصلاره من البارح لحدناها هادك الجروح ملقيتها يكونوا متأكدين أنا بغيت نشارككم هاد المشكل ديالي وهو وصفة سهلة بسيطة وفي الحقيقة رأيها فعالة للغاية إذا هاد الوصفة كان ليه يتجربها ويعني صدقتلهم بحل كي صدقتلي آنا يا أي واحد عنده هاد المشكل يقولها له أو فقط عشيو هاد الفيديو لأن فعلنا لأنني أرى حصي في هاد البصلة في طريق صغير بحالها هكا وانتوا ممكن تشيروش الدواء وفي نص الوقت السيدة اللي إعطاعتني هاد الوصفة قتلية كل شهور ما تجيكش هاد 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 الاخول لأنها هي إما السبب ديالهم كي يجيو عبر على